اهلا بحضراتكم وهذه التغطية الهامة خبر مهم الحكومة توافق على اعفاء الذهب مع القادمين من الخارج من الضريبة والرسوم لتفاصيل جاءت في بيان صادر من مجلس الوزراء حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن اعفاء واردات الذهب التي تأتي بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريب على القيمة المضافة لمدة 6 أشهر خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة وكذلك المعدة لتداول النقدي والقلي والمجوهرات وأجزاءها من المعادن الثمينة وإن كانت مكسوة بقشرة من معادن ثمينة والتي تأتي بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة فذلك كما أوضحنا لمدة 6 أشهر كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي أو المزروع أو الأحجار الكريمة أو شبهة الكريمة المركبة أو المرصعة على الفلي والمجوهرات وأجزاءها تأتي هذه الموافقة في إطار البيهود المبدولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق والخد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافط الجمركية المختلفة مرة أخرى وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة وكذلك المعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة وإن كانت مكسوة بقشرة من معادن ثمينة والتي تأتي بصحبة القادمين من الثارج من الضريبة الجمركية ورسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة وذلك لمدة ستة أشهر كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي أو المزروع أو الأحجار الكريمة أو شبهة الكريمة المركبة أو المرصعة على الفلي والمجوهرات وأجزائها تأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبدولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق والخد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة طبعا كلنا تابعنا أنه خلال الفترة الأخيرة كان هناك عدم استقرار في أسعار المعدن الأصفر في السوق وسعر الذهب وصل لمستويات قياسية وغير مسبوقة خلونا نلوضح حضرتكم أن اليوم في بداية التعاملات شهدت أسعار الذهب استقرار ملحوظ بسبب جدوء الطلب في الأسواق سجل الذهب عيار 21 لأكثر مبيعا في مصر في مستهل تعاملات اليوم سعر 2550 جنيه للجرام رغم تحرك السعر العالمي للأنصة لمستوى 2021 دولار في التداولات الفورية في حين يسجل الطلب على الذهب في مصر هبوط ملحوظ هذا الأسبوع سجل الجنيه الدهب سعر 20400 إذن بالتأكيد هنتابع مع حضرتكم كل التطورات والمستجداد فيما يتعلق بالمعدن النفيس خاصة في ظل هذا القرار الهم اللي وفق تعليق الحكومة بإعفاء الدهب مع القادمين من شارج من الضحيبة والرسل نشكركم شكرا جزيلا على المتابعة وانتظرونا دوما في المزيد وإلى اللقاء